اشتركوا في القناة والرعاية والاهتمام التي تحظى بها هذه العلاقات من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله ورعاهما مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لمخرجات الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية خاصة في مجال تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل للمنتجات المصنعة في البلدين وأشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين ودفع التعاون المشترك نحو آفاق جديدة